في فلان جاركم خله يروح معك للعمرة خذها معك يقول رحت الأحد المعبرين الذي يعرفهم قلت يا أخوي رأيت كذا كذا قال هي على ظاهرها هي على ظاهرها شف الثالثة ثابتة إن جاك الثالثة فخذه تعرف الرجال جاركم ده قال عارفه بس عمري ما شفته في المسجد قال أبراعي صلاة و مشهور عنه أنه ما أبراعي صلاة يقول تشف يقول المهم و يجيني الرأي خذه معك للعمرة يقول و أروح له طق عليه الباب استغرب هو السلام عليكم الرجال كبير شلونك عساك طيب تسمح لي قال تفضل قال يا أخي أنا ودي أخذك معي للعمرة شرايك قال أنا قالي قال أنا معرفة أنا أنا معرفة صلي عشان أروح للعمرة قال أنا أعلمك قال ما أعرفة توضى قال أنا أعلمك و أنا أخذك معي أبد محفول مكفول معي يا ابن الحلال قال بس أرجوك تم تم يقوله علمه توضى و يوم أنا أتبشرته بالعمرة و فتحت نفسه الموضوع الصلاة الرجل ما يصلي أبدا يقوله أخذته و رحت للعمرة يقول يوم جينا و يقول أنا معه خطوة بخطوة يقول الرجل وضح عليه التأثر سبحان الله يقوله حب مثل لي سبحان الله بدأ يراجع نفسه يقول بدأ يقوله حنا جالسين بالسكن يقوله أبا أروح و أنت بتروح أبا أروح للحرم أبا أروح يا أخي أنا أنا فرطت فرطت السنين خليه أروح يقوله أقول له رح يا رح خذ راحتك يقول يروح يقول المرة الأولى راح و رجع اليوم الثاني راح تأخر علينا و نسأل و نتطقص كذا و إذا الرجل يجي معه الخير ساجد و وجد و هو ميت ساجد الله في الحرم الله أخذوه الرجال كلموا أهله في مصر قالوا طبعا فجعوا فجيع أسلوه عندكم صلوا عليه بالحرم و ادفنوه بمكة يقول خلصنا يقول أنا لا زالت يدور في راسي هذا و إش وضعه ذا هذا وضعه غريب يقول و أروح لزوجته يا أختي أبس ألت صور أنا يوم أجي و أقول لزوجة أني أبيك تعتمر معي تراني رأيه به رؤية و عبرتها أنك خذه معك و أنا صراحة ما أعرف وش شو و لا أعرف وش وضعه و كذا قالت أنا أقول لك وش وضعه زوجي ما هو برعي صلاح لكن عنده قلبا طيب كاف لله عجوز بالحارة نعم يقول يروح يقضي مقاضيها و يشتري لها مخصص جزء مرات به لها الله هذيك العجوز ما لها إلا دعوة وحده تقول رح يا أولدي الله يحسن خاتمتك نعم الله يحسن خاتمتك الله يجعل خاتمتك حسنة هالعجوز تقول أنا سمعتها تقول زوج تقول أنا سمعتها تقول ما تكرر إلا هذه الدعوة تقول ما عندي شيء أجزيك فيه إلا أني يدعو لك بحسن الخاتم الله أكبر والله جتنا ما شاء الله الله يتقبله الله يتقبله يا أخي يا أخي أخي تفرط سنين مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يعمل بعمل أهل نار الزمن الطويل ثم يكون بينه ثم يسبق عليها القول في عمل الكتاب خير الناس خير الناس أنفعه للناس أقول في الحرام ومعتمر ومعتمر ويصلى عليه في الحرام وشوف اجتمعت له كل هالفضاء فسأل الله أنه يتقبله لذلك سبحان الله دائما الله يحب عبده إذا تاب